السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحذية اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا بعد كده هنا معينا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله تسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزيها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مفرمة الخضار طبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان انت تقطع بيها مختلف انواع الخضار باشكال كتير اوي وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتي على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظم عليه الشمعات او المشابك بعد كده عندنا منظم للتوابل والمنظم ده بيحتوي على اربع برتمانات كل برتمان منه بييجي معايا المعواقة الخاصة به تقدر ان انت تنظمي به الملح او الفلفل الاسود او الشطة او مختلف التوابل اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات صغيرة تقدر ان انت تثبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم لأكياس الكمامة طبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار او على بلاب المطبخ او في اي مكان انت عاوزاه وتستخدمي منه الأكياس دي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا على صنع الزلابية او استنبوستة او القطايف وتقدر من خلالها تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وطبعا تقدر تعملي منها كمية كبيرة في وقت صغير بعد كده هنا هنشوف عندنا حامل للموبايل مقاوم للمية تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وهنا معانا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدفيه في ستبون السائل وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها المواعين وغير كده تصميمها عملي جدا ومش هتجرح ايديكي وانت بتنظفي بيها المواعين وبيجي معاها حامل تقدر ان انت تنظميها عليه وهنا معانا الممساحة المارينة جدا دي اللي تقدر ان انت تعصري منها كل المية وكل مواد التنظيف اللي موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران او دوليب المطبخ او البلاط او المريات او الشبابيك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف كرس الحمام وهي بتساعدك انك تنظفي كرس الحمام بكل سهولة والاداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الاسترنجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرس الحمام وهي طبعا بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه بعد كده هنشوف عندنا المنظم الدوار بيجي متقسم كده الخنات صغيرة تقدر ان انت تنظمي بيه الشربات او الترح او الملابس الداخلية وتقدر ان انت تثبتيها عندك في الدولاب بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من منظمات التوابل تقدر ان انت تنظمي بيها التوابل البودر والميزة في المنظمات دي انك تقدر يتنظمي وتاخدي منها كميات مناسبة للأكل ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها المواعين او الخضار او الفكهة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات التلاجة تقدر ان انت تنظمي بيها المشروبات الغازية او العصاير او مختلف الحاجات اللي احنا بنخزنها عندنا في التلاجة بعد كده عندنا جهاز التجميد الصغير تقدر ان انت تستخدميه معاكي في المكتب او في الشغل او في اي مكان وبكده تقدر ان انت تستقعي كل المشروبات بتاعتك من خلال الجهاز ده بعد كده هنا عندنا الشبك او السلك وهو عبارة عن لاصك يعني لو مثلا عندك سلك الشباك فيه فتحات تقدر ان انت تستخدميه وتلزق على الشباك عندك بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا القطعة البلاستيك اللي تقدر ان انت تخسلي عليها مختلف الهدوم بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا غطى الماكرويف والغطى ده بيساعدك انه يحافظ لك على نظافة الماكرويف وان اي حاجة هتسخنيها فيه هتفضل طرية او طازة اكنك لست عاملها دلوقتي بعد كده تعالي شوفي معايا المنظم الجميل ده تقدر ان انت تسبسيه على قدار المطبخ وتنظمي عليه الاطباق اللي انت محضره عليها كل الخضرة اللي انت هتستخدميها وانت بتطبخي او تقدر ان انت تنظمي عليه مختلف الاطباق اللي انت هتحضري بيها صفرتك وهنا عندنا الحامل المغناطيسي تقدر ان انت تسبتي من خلاله الموبايل وتسبتيه على اللاب توب او على التابلت بتاعك زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفة او الاداة اللي تقدر ان انت تعملي عليها مختلف الاكلات اللي بتفضليها على البخار والمصفة دي مصنوعة من الفلاز المكاوم للصدى وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا شكل من اشكال المنظمات الجميلة تقدر ان انت تسبتيها عندك على الجدار واللي طريقة تسبتها سهلة جدا تقدر ان انت تنظم عليها العطور او الكريمات او الشامبوهات او مختلف الحاجات اللي انت بتستخدميها دايما وطبعا المنظمات دي تقدر ان انت تسبتيها في الحمام او في المطبخ وتقدر ان انت تنظم عليها اي حاجة انت عاوزيها وهنا تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تسبتيها على جدار الحمام عندك بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظم عليه فرش الاسنان ومعجون الاسنان وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تقدر ان انت من خلالها تسني مختلف احجام استكاكين او المقص وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحطي فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك وبعد كده هنا هنشوف عندنا الجوانتي السيليكون ده طبعا الجوانتي ده تقدر ان انت تستخدميه في تنظيف الموعين وتستخدميه في مختلف التنظيفات اليومية اللي بنعملها في البيت وغير كده طبعا هو بيحافظ على ديكي من المواد الكيموية او مواد التنظيف اللي بنستخدمها في مختلف التنظيفات في البيت بعد كده هنشوف عندنا شكل مختلف من اشكال منظمات المطبخ وزي ما انت شايفة كده حجمه بيكون كبير جدا تقدر ان انت تنظمي بالزيوت او السوسات وغير كده كمان المنظم ده بييجي معايا ست برطمانات تقدر ان انت تنظمي فيها ستة انواع من التوابل البودر او السحيحة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا جهاز لصنع التلج الجهاز ده يقدر ان هو ينتج لك التلج في ست دقائق بس كل اللي عليك ان انت تصبي فيه المية او العصير او اي حاجة عاوزة تحوليها التلج وبعد كده هو هيصنعها لك بنفسه دلوقتي هنشوف عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا تقدر ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكارونة او الفراخ او اللحمة تقدر ان انت تصفي بيها اي حاجة انت عايزيها بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمنازيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظمي من خلاله المنازيل الورق او المنازيل الرول والمنظم ده بيجي معاها اداة تثبيت تقدر ان انت تثبتيه عليه بكل سهولة ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الموعين او الخضار او الفكهة بعد كده هنا هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا على صنع الزلبية او السنبوسة او القطايف وتقدر يتحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وتقدر ان انت تعملي منها كميات كبيرة في وقت صغير ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوصي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة ثلاث طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكدها اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات هو طبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما ازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها هو عاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عمي الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهارد عليكي في اقرب وقت اسبكم في رعاية الليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر